أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعتنا ليوم الأحد 13 آذار مارس طبعا القمر موجود في برج العقرب القمر الآن موجود في منزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 3 و 47 دقيقة من بعد عصر اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الشولى وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتصليق طبعا القمر بما أنه موجود في برج العقرب معناته في هاي الفترة منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يام نحب بشدة يام نكره بشدة نشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا في هاي الفترة الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالتأمين أو قراءة رواية بوليسية مثيرة أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار حاسم أو شراء بيت بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا عنها أول زاوية بطيئة هي زاوية اقتران سلبية اليوم بدأ تأثيرها وهي مش سلبية يعني منقدر نحكي ممتزجة خليطة لأنه هاي بين الشمس وبين نبتون طبعا تأثير هاي زاوية من يوم 12-3 إلى يوم 19-9 ذروتها يوم 15-3 في تمام الساعة 11 و 38 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بشكل عام هاي زاوية بتزيد من حساسية وحدث وتعاطف الأشخاص وهذا الشيء بيجعلنا أكثر اهتماما بالروحانيات والخوارق والإبداع ولكن ممكن تصعب علينا التركيز على المسؤوليات واللي هي المسؤوليات العادية أو التمييز بين الوهم والحقيقة فبتجعل بعض الأشخاص يعيشوا في أوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين المريخ وبين نبتون اللي بدأت تأثيرها من يوم 10-3 ورح تستمر لغاية يوم 19-3 دروتها يوم 14-3 في تمام سا 11-38 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بينتبنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وانخفاض الطاقة والشك والخداع والفضائح وبتزداد حالات التسمم الغذائي ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا أنهم بيكذبوا علينا وممكن نشعر بالذنب ومنها أشخاص ممكن يتذكروا إذا شخص في الماضي بدهم يحذروا لأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية لأنه ممكن يتناولوا أدوية بطريقة خاطئة هاي زاوية من ناحية سياسية بتدل على اضطراب سياسي في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية أو المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض السفن أو ناقلات البترول أو أمور إلها علاقة بالسوائل أو حرائق أو إضرابات في قطاع صناعة أو صحة وممكن يكون من الصعب ملاحظة مصادر المشكلات أو مجابهة المخادعين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين الشمس وبين المرية وهاي برضو من يوم عشر ثلاث ولكن هاي ليوم ثلاث وعشرين ثلاث تأثيراتها طبعا يوم ستعاش ثلاث هي دروتها ساعة تسعة وتسعة دقائق مساء بتوقيت جرينج فبيسود جو من التوتر والعدوانية بسبب هاي الزاوية بحيث يتوجب علينا الحذر عند التعامل مع الآخرين لأنه أي كلمة غير محسوبة ممكن تأخذ على محمل مغاير وتدخلنا بمواجهات إحنا بغنى عنها فهاي الزاوية بتشير لفترة من التحدي والصراع والنشاط ممكن نواجه مقاومة أو منافسة أو عداء من طرف آخر سواء كان رئيسك أو شريكك أو عدوك وممكن تشعر بالغضب أو الإحباط أو التعب بعض الأشخاص ممكن يحتاجوا لإظهار شجاعتهم وإصرارهم ومثابارتهم ومن المهم أنه نستخدم طاقتنا بشكل إيجابي وبناء يعني بمعنى آخر ممكن تستغلها بالرياضة بالحركة بالنشاط أو حتى بالأعمال ولازم أن نتجنب العنف والمخاطرة أو التسرع كما أني بنصح الجميع بأنهم يحافظوا على هدوهم وصبرهم وأنهم يسمعوا آراء الآخرين بإنفتاح واحترام دولياً بترتفع وطيرة المواجهات والتفجيرات في البؤر الساكنة أو الأعمال العنف بشكل عام أو احتجاجات عامة بتدل على أن حكومة ما ممكن تميل لممارسة سياسة قمعية لفرض مفودها وصطوتها وبرضو بتدل كذلك على ازداد أعمال العنف والعدوان وكذلك إضرابات بقطاع الصناعة أو قطاع الصحة الطبيعة طبعاً لها دور من هذا التأثير من هذه الزاوية ممكن يصير بعض الزلازل أو الحرائق أو الانفجارات والأهم الطقس متقلب لأبعد الحدود بين أمطار عنيفة أو برد قارس أو حار جداً يعني ما في حلول وسط أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الزهرة وبين المريخ وهاي طبعاً من يوم تسعة ثلاثة وليوم أربعة عشر ثلاثة تأثيراتها ذروتها يوم أحد عشر ثلاثة اللي هي يوم أمس كانت بيسود جوعاً من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة بتكون الحالة الصحية للناس جيدة جداً وبتقل في هاي الفترة الأمراض أو الأوجاع وبيميل الناس أكثر للترفيه والتسليه في الأندية ومزاولة النشاطات الرياضية وهي فترة مناسبة لتنظيم المباريات والألعاب الرياضية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين أورانوس وهاي طبعاً تأثيراتها مستمرة لغاية يوم ثلاثة ثلاثة من شطفة من باشر بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في نفس الوقت وممكن هاي برضو الزاوية تعزز قدراتنا العقلية فبتساهل علينا حل وفهم مساء العلمية تعذر حلها مسبقاً ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجودة لدينا أما بالنسبة للزوايا اللي مع القمر فأول زاوية هي زاوية التقابل السلبية اللي رح تكون ما بين القمر وما بين أورانوس وهاي رح تكون ذروتها ساعة خمسة واثنين وأربعين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعات المغرب ابتقلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تتليث إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون ذروتها الساعة سبعة وسبعة دقائق صباحاً بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعة الفجر ولغاية ساعة المساء ابنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تتليث إيجابية بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون الساعة أربعة وواحد وثلاثين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعة الصباح لغاية ساعات منتصف الليل منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تتليث إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة عشر وسبعة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية طبعا تأثرتها من ساعات العصر ولغاية ساعات صباح اليوم التالي هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليفن وأكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المبايد البرستاتة عظم العنى والجينان بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية لكافة أعضاء الجسم ولكن دون الأعضاء هاي اللي ذكرناها الآن مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن وأيضا الجراحة ويصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد ولكنه لا يصلح للقص العلاجي يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنان بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العقرب خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين اليوم الغد 13-3 ما رح يكون في تمام الساعة بيبدأ في تمام الساعة 6 و 58 و 50 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام الساعة 27 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر ويستقر في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدد عمره 20 يوم في تمام الساعة 8 و 36 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيج بيصير عمره 21 يوم نسبة الإضاءة بتصير 75% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 سعيد الآن بنسبة 10% ساعات منتصف الليل بيصير سعيد بنسبة 30% في ساعات المساء مساء اليوم بيصير سعيد بنسبة 15% يعني طيلة النهار رح يكون سعيد بنسبة 30% القمر في العقرب حتى يوم 13 ثلاثة سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 45% في ساعات المساء بيرجع لنسبة سعادة 15% عطارد في الحوت حتى يوم 19 ثلاثة منتحس بنسبة 40% الزهرة في الحمل حتى يوم 16 ثلاثة هي الآن سعيدة بنسبة 70% ولكن في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة 45% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25 ثلاثة سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل حتى يوم 16 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17 ستة سعيد بنسبة 15% أورانس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23 ثلاثة برضو سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي مصدر وشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن يتغير الوضع لصالحكم مع شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم التنازلات أو تصحيح الأبطاء أهم شيء أنك تتقبل أراء الآخرين بدون تحفظ بعض موليد برج الحمل ممكن ينشغله بمعاملة أو بملك الأجواء تقريبا كلها رح تتركز على الأموال المشتركة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم القمر مقابلكم تماما فعشان هيك بتحافظوا على هدوء عصابكم ونبرد صوتكم خلوا علاقاتكم بالتفاوض مع أزواجكم أو مع شركائكم بشكل مرن أهم مش أنه اليوم ما تعرض لقاءك أو لقاءاتك للفشل تحمل هاي الفترة نوع من أنواع التوتر لأنها تعتبر من أكثر أيام الشهر ضغط عشان هيك بدك تحاذر من الخصام ما تعادي أحد اتجنب القلافات كليا خصمك قوي وطباعة مش هادئة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر صار موجود في البيت السادس فعشان هيك الاهتمام كله رح يكون على العمل وعلى الصحة حاولوا تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جدول غذائكم خذوا قسط كافي من الراحة ممكن ترتاحوا لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافة العمل فعشان هيك بدك تراعوا ظروفكم الصحية ممكن تعيدوا لترتيب الأوضاع أو تجروا بعض التحسين على أحوالكم الأجواء تقريبا فيها بعض المزايا اللي لها علاقة بالعمل اللي ممكن تكون لصالحكم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بتجتازوا يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم ماليا أو عاطفيا الطاقة عالية والحضوض عالية والعواطف جياشة فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز أهم شيء إنك تضع مخاوفك جانبا وما تتهرب إلى أجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام وتعتبر هذه الفترة من أجمل أيام الشهر وأكثرها حظا فعشان هيك لازم تتحرك اليوم بكامل طاقتك وتحصد من الأرباح وتحصد من الإيجابيات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر موجود في البيت الرابع فعشان هيك التركيز كله رح يكون على البيت وعلى العائلة فبتنهمكم في إدقال تعديل على مسكنكم منكم أشخاص ممكن يغيروا سكنهم أو يميلوا للتقارب من أفراد العائلة أو مديد العون لإلهم أهم شيء ما تسمع على بعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقرارك فبتنهمك بحل مسائل عائلية أو شخصية ممكن شوي يكون عندك نوع من أنواع القلق أو تتدمر لأقل الإشارات أو الأحداث اللي ممكن إنها شوي تستفزك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بتنشطه في مجال الدراسي والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع الإخوة أو الجيران ممكن تقوموا بمفاوضات حديثة ومفيدة عبروا عن آراءكم فاوضوا بجراءة ممكن تتميزوا اليوم بسرعة خاطر والقدرة على إيجاد الحلول اللي الطاقة ممتازة سرعة البديهة ممتازة نشاطكم ممتاز يعني اليوم حتى منكم رح يهتم بأمور الهلاقة بالسيارات أو الهلاقة بالإلكترونية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون هذا المال على الأغلب من عمل إضافي وبتتحسن عندكم المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس بتختفي الهموم وبتطمئنها واجسكم أهميش أنكوا توظفوا أموالكم بشكل حكيم ممكن تحصلوا على ربح من جهة أجنبية أو غريبة خلال هذا اليوم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم أنتوا عندكم نشاط وحيوية وبينجذب لكم أفراد من الجنس الآخر وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة من شأنها تدعم من مركزكم الاجتماعي بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن اليوم تتلقى إشارة أو خبر وبتنتعش عندك العواطف وبتزدهر اللقاءات وممكن تتلقى مفاجأة سارة أو ربما تفرح لحدث كبير هذه فترة يعني تعتبر من أفضل أيام الشهر برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا يوم آخر غير مريح صحيا ونفسيا بسبب وجود القمر في بيت المتاعب رغم عدم وجود أي مخاطر حاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري واخلدوا للراحة يبعدوا عن المغامرة والرهانة على الحظ ممكن يتعانوا من تراجع في الأرباح المعنويات الحيوية أهم شأنكم ما تجازفوا بسلامتكم تعتبر هذه فترة فارغة من الحظوظ فعشان هيك ما مننصح باتخاذ أي قرارات خلال هذا اليوم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق وتعتبر هذه فترة مميزة للتحالف للتعاون للمشاركة الفعلية واقتنس الوقت المناسب لأعلان رأيك للحصول على موقع معين واتفاعل مع المسؤولين بمرونة تعتبر هذه فترة برضو نشطة اجتماعيا فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من لقاء الأصدقاء برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم وبتنجحوا في إثبات جدارتكم واني الرضا المسؤولين أهم شيء تحافظوا على هدوءكم ما تحاولوا إثارة الفتن تعتبر هاي فترة مهمة وبتمتحنكم بشكل قوي جدا أهم شيء أنك ما تضعف وما تستسلم ما ترتكب الأخطاء حافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بيصلكم خبر صار من بعيد وبتشعروا بقوة العاطفة مع أحبائكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجراء مقابلة وبتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة كما أنه ممكن تتلقى إشارة أو خبر صار وتعتبر هاي الفترة من أفضل أيام الشهر بتكون الفترة ناشطة جدا وممكن تشكل لك محطة للانطلاق بورشة جديدة أو سفر أو اتصالات ومنكم ممكن يحصل على خبر صار من جهة أجنبية أو من جهة خارج البلد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا